اشتركوا في القناة سنتحل بالصبر حتى مرحلة ما ثم سنقوم بما هو ضروري حافلتنا وطائرتنا لا تنتظر هناك بلا طائل هؤلاء الذين يقدمون لنا النصح يتعين عليهم منح النصائح للدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة حتى يمكننا إرسال اللاجئين لهذه الدول هو التهم أردوغان الأمم المتحدة بأنها غير صادقة لدعوتها تركيا لمذل المزيد من الجهود لمساعدة اللاجئين السوريين بدلا من التحرك لوقف إراقة الدماء في جارة تركيا الجنوبية ميدانيا استولى مقاتل البشمركة بدعم من الطيران الروسي على مطار منغ العسكري السوري السابق الذي كان يسيطر عليه مسلح المعارضة حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسلحون وقال المرصد إن قتالا دار بين الأكراد والمسلحين السوريين حول مطار منغ القريب من تركيا فيما شنت المقاتلات الروسية ثلاثين غارة جوية على الأقل ضد معاقل المسلحين وقال المسلحون السوريون إن الميليشيات الكردية انتهزت انشغالهم بصد هجوم القوات السورية الإسبوع الماضي في شمال ريف حلب للاستيلاء على المنطقة وقلب التدخل الروسي موازين القوى لصالح الرئيس بشار الأسد ومكن القوات السورية المدعومة من إيران من التقدم نحو الحدود التركية والعودة لمناطق استراتيجية في شمال البلاد للمرة الأولى منذ أكثر من عامين اشتركوا في القناة